أخوات اللي حبين يغطوا الشيب وبغين لون القهوي ديال الشوكولة فيستعملوا القهوة ويستعملوا السواك السواك أنا هنا كما كنتشوفوا قطعتوا طرفها صغورين ما عديش الماراز يعني يكون عدي الماراز كون دقيته ما عديش الماراز فقط قطعتوا طرفها صغورين وغادي نغليه هواء والقهوة قلت لكم إلا عندكم تم الماراز ممكن لكم تطحنه كان أحسن فهو لا كيسبغ الشيب له ولا القهوة كيسبغ الشيب فأنا هذا ما اللي بغت نستعمل بالنسبة للأخوات اللي بغوا فقط يستعملوا يسبغوا الشعر ديالهم بالأكاجو فبلا ما يستعملوا القهوة والسواك فقط يستعملوا غير الما ديال البربا شتيوة البنات قدرت واحد الربع كاس ديال الما وخليتها تغليب زيان حتى نطلق لنا ذاك السواك مع القهوة ويما نخلي علاجا بهنا هي حديث المعالقة ديال الحنة على حسد طول ديال الشعر ديالي الحنة فقط بوحديثة حنة طبيعية قد نضيف لها ذاك القهوة مع التخطي ديالها كيما كتشوفوا ومع ذاك الطريفات ديال السواك غازينا نبقى كنحرك نضيفها كلها ما نخلي حتى شي حاجة بوحدي رائحة غزالة خارجة منها ما نقول لكم ش زوينا بزاف وما يمل بنات انتم هاد المكونات اللي اعطيتكم كتبقى على حسب الشعر ديالكم كتضعفوها كتلكم تضعفو المكونات الا الحنة ما تكتروش منها باش ما يعطيكم ش هاداك اللون اللي هو بورتوقالي وما اكترته من الحنة فهي غادي تكون اللون بورتوقالي فهي amal احسن ما تكتروش منه وما ببنات ثانا هنم غادي ناخذ معلقة ديال الزيت ديال الكوك ننتوما الي كان عندكم دانون يمسوس او لما كما ي martens aux bagags انا نديره على ودد الحنة ناشف شعر فالحنة تخلي الشعر انه يكون ناشف فمن احسن انكم تديرو دانون بالسوس الى ما عندكمش الكوك نرم تسوس معلقة كبيرة على حسب الطول الشعر تبقى على حسب الطول الشعر سوف نحرك هذه المكونات ندامج مع بعضياتها. ولكن ضروري انها تتحرك مزيان كما تشوفو على الويج حال غزال يحمق المهمة البنات انا كنحرك هاتشها البنات انا درتوه بالليل مهم انا كنقضها بالليل ومن بعد سوف نجعلها تبات شوفو على الويين البنات شوفو على الويين كيفاش كي يحمق كي يحمق المهمة بقى نحركها بشوية وكن نضيف العاصر ديال البربا او للعاصر ديال الشمار بقى نحركها مزيان ضروري ان القحوة والسواك والزدة ديالكوك يندامج مع بعضياتهم مزيان ما تفقى انها احتاج شي كبيرة ولا اي شيء لا ضروري انها تحرك مزيان ذيك اللي تولي يعني من دافجة مع بعضياتها ما تخليه تشيكورة باش هكك كل شي يدخل مع بعضياته باش لحنا تشربة ذاك العاصر ديال البربا او تشرب القهوة اللي هي كتسبغ الشيب والسميتو والسواك اللي قطت ستريفات صغورين قلت لكم الاخوات السواك انا ما عنديش مراز فكان احسن لو انتم مطحن توه هنا زوين بزاف سيبغات الشعر الابيض كيدبغو يعني كيخليه اللون دياله غامق كما يعمل بناس انا كان حاركم زيان شوفوه علا لويين شح غزال كاي حب مق منسبة الاخوات اللي بغوا يسبغو الشعر ديالهم باللون ديال اكاجو فبلان ما يديروا القهوة وبلان ما يديروا السواك فقط اللي بغا يسبغ الشعر دياله باللون اكاجو فعراها غزال بزاف اما الاخوات اللي بغوا الشعرهم يسيبغوا الشعر دي لهم باللون القهوي او لان شوكولات فيدروا القهوة راها زمينا بزاف سباغات الشاي ونفس الوقت كانت تعطينا هذك اللون الغامق شوكولات او لان اللون البني وما يمدمجت شوكوله مع بضياته كي يعطينا واحد اللون ديال شوكولات كما كتشوفو غزال بزاف كي يحمق المي مانيك نضرب بزربة باش دكش يدخل مع بضياته ضروري هذ العملية ضروري انها تتحرك مزيان شوفوا على الوين خليها في سبع ديالي ضروري انكم تحركوها مزيان باش كل شي يدخل في بعضياته ما يبقى نتاشي كويرة ديال القهوة مزولة ولكورة ديال الحنة مزولة لاحركوها مزيان والمهم انا غادي نديرها وغادي نخليها تباتلي لكاملة عادي نديرها في الشعر ديالي لغضاء بالنسبة للشعر ديالي انا غستن نديرها للشعر نقي مجروري يكون نظيف يكون مغصول مزيان ما يكونش فيه تشيزه يتلادرتي على الشعر ديالك المصخ او لا شعرك دهنة بالزيت فرا ما غادي اشتعتك النتيجة اللي بغايته اه من الاحسن ان الشعر ديالك يكون مغصول مزيان ومناشف برابط الحاله ما يكون فيه تلادر زيت الاواله وطلي هاد الخلطة هذي تديرها للشعر ديالك وتخليها واحد على الاقل واحد سبعة تسوية تثمينية تسوية لكم عارفة الوصفة الطبيعية كي ياخدوا الوقت المهم كي ياخدوا الوقت وفي نفس الوقت كي اعطونا واحد نتيجة اللي يزوينا مكونات بسيطة جدا وليني ره نتيجة غزالة بزاف وخصوصا اخوات اللي كي بغوث بغوش شاي بديالهم او لا تي بغوث سباغة طبيعية وصفة غزالة بزاف بزاف المهمة البنات انا بعد ما كملت بالتحرك غادي نغطيها بات البلاستيك هذا كي ما كتشوفوا بلاستيك غذائي غادي نغطيها متين ونخليها ليلة كاملة ليلة كاملة ليلة كاملة باش تندمج مع ذاك اللون اللي احنا ضفنا لها ضروري انها تخمر شوفوا على اللي ينجحل زمين غزال كي يحمق كي يحمق ان شاء الله يا ربي هاد الفيديو هذا يوصل الاخوات اللي كي تلبوا وصفة طبيعية لصباغة الشعب والاخوات اللي جربوها ونجحة ليهم يخليوها ليلة تحت في الكمانتر ان شاء الله يا ربي تنجح لكم وتصدق لكم وتعطيكم النتيجة اللي كاتر ذيكم وبالنسبة لهادو وصفة هادي مال الاحسن انكم استعملواها مرة في باسبوع ومن الي يتغسلوها سمحوا لي انسيت ما قلت ليكم مالي تضروها على الشعر ديالكم وتخليوا واحد� لدى 3-7-3-8 تغسلو الشعار ديالكم بالماء فقط يعني تغسله بالماء فقط ما تغسلو بشامبون خليو واحد المدى اليومicians neuter 3-3 أيام حسي يكون خ琴 ما غصلت شعار ديالكم بشامبون مواد كيماوية وكو لكتزيد تلقف الشعار ديالنا خليها واحد الموضة دي اليوم ماين ولا 30 يام ومن بعدها تغسلوا الشعار ديكم بشامبوان وأحسن أحسن شيء أنكم تستعملوها مرة في الأسبوع باش تعطيكم اللون أحسن وتزيد تغمق لكم أو تزيد تعطيكم اللون اللي انتوا ما بغيين مهما البنات أنا كان طلعيا هنا في الدية غادي يمشي نطلعيا في الشعار دياري شوفوا كيفاش دير اللون غزال كيحمق كيحمق إن شاء الله يا ربي هذا الفيديو هذا يوصل للأخوات اللي طالبين هذا الوصفات ولعجبكم الفيديو ديروا لايك الفيديو باش هكا يوصل العديد ديال البنات اللي كيبغوا وصفات طبيعية الأخوات اللي ما كيقدوش أنه مصبغوا بسباغة طبيعية سباغة كيموية فكنتمنى يربي يوصل لهم خليكم خليكم في رعاية الله وإلى فيديو قادم إن شاء الله في رعاية الله شكرا شكرا شكرا